نريعا نروح لكابتن طاها اسماعيل طبعا نجم الكبير ورئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي يا كابتن طاها مساء الخير على حضرتك كابتن طاها مساء الخير على حضرتك كابتن طاها السيد أمير زي حضرتك كله تمام؟ الله يخليك حريب كل عامة طيب وحريك طيب عايزين طبعا نطمن جمهور النادي الأهلي بالتحديد فيما يخص اجتماع اليوم بخصوص لجنة التخطيط مع الجهاز الفني طبعا في تواجهة الكابتن محمود الخطيب ويبقى قويل كثيرة جدا بخصوص هذا الاجتماع وكمان فيما يتعلق بالقايمة الأفريقية والقايمة المحلية والله يضعا هو كان الاجتماع الرئيسي الغرض الرئيسي هو القايمة الأفريقية على ساس المعادة وآخر المعادة منها بكرها إن شاء الله تمام بس شعلا يعني استقل رأي على موات الأسماء المقوبة على 26 أسر كويس طبعا نجم ينشرها بكرا إن شاء الله طبعا نجم ينشرها بكرا إن شاء الله أعلم يعني إيه ما هي مش هتبقى أسرار الحاجات دي آآ نقشناها طبعا من كل الجوانب آآ معنا فتا عندك لعبين كثير في لعيبة يعني بتختار من مجموعة دينا مدعينة في المركز المختلفة إيه طبعا بتختار بالأفضلية اللي يراها المجرد واللي برضو يعني نفسف عليه معا فيها يعني إيه يعني خلصنا المهمة دي بشكل كويس حمد إذن كويس وأعتقدين بوكلا تسلم لتحدثك إن شاء الله إن شاء الله طيب بالنسبة للتفاهم ما بين لجنة التخطيط ومستر مارتين لسارتي والأمور ماشي إزاي هل تفاهم بشكل كبير جدا بالنسبة مقاوية كبيرة بخصوص مستقبل سريع الأول لقرية القدم من نادي الأهلي أيها الأمور ماشي بشكل رائع إحنا أصلا كلنا بتؤكورها حلو وإحنا أصلا مدربين أم يعني يعني متفاكين في معظم المفائل يعني إيش مشاكل فيها الحمد لله طيب والراجل مقتنع بكل الكلام اللي بنتكلمه وهو نفسه إحنا مستانعين برضو بيقراءه نفسه للوقت إحنا برضو أثنين عليه على جهوده طبعا في نادي الأهلي اللي بتصد دوري العام مش عايز نقاش أكيد طبعا عمل شغل كبير فيها وقدر من ثبت فرقة الندقالي بعد الصفقات والإطابات من رجعت من إطابات ما أشد في ثبت الفريق يعني معناه أنه يلعب الأخضر لا أجلما كان عنده قاعدة كبيرة ناس يلعب ونس قاعدة كبيرة لكن كان يعمل ثبت من أوفر ويغيّر في بعض الأحيان بين العيبة وبعضها وكانت برضو نيزة كيفة جدا الندقالي مفرد بيها عن باقية الفرقة الأخرى يعني بفرق المنافسين يعني كانوا محصولين في الحزاث واللاعة وفرق المتمسكين وبالتالي حصل كأثيرات سلدية في النواحة البدنية والنواحة النفسية لللعيبة لما تلعبش وحاجات النذى القليل لكن هو بخير الرجل كان عنده وفرة من اللعيبة وظافه من شكل أرائع جدا وجايد جدا وفي النهاية طبعا وفقه وصفه بعض الأشياء يمكن أن يكون هناك بعض الأشياء ويوجد بعض الأشياء ليس مقتنعين أنا أودك بصراحة لكن هذا شيء طبيعي يا كابتن طه أيضا ليس هناك إجماع على مدير فني نعم شيء طبيعي أن يكون هناك اختلاف على مدير فني ليس هناك إجماع أنا أستمع كوي سمعني حضرتك كده تمام يا كابتن طه سمعني كده تمام 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 كده تمام حضرتك سمعني كده صوت تمام يا جماعة صوت تمام سمعني يا كابتن طه نعم أنا أتكلم بخصوص أن دايماً مش شرط يكون في إجماع على مدير فني معين المهم النتائج في الآخر والأهداف في الآخر أن هي بتتحقق لا مش أهدر مش أهدر أسمع كوي تمام طبع يا ريت نحاول نعود الاتصال بدكتور طه اسماعيل عشان يحاول يسمعنا بشكل أفضل من كده ونحاول نسأله كل الأسئلة النفس بموري نادي الأهلي يسأله فيها وكان يا محمود مهم أولاً أنا أسأله على التفاهم الموجود ما بين لجنة التخطيط وأيضاً مستر مارتين لسارتي لأن لجنة التخطيط اليوم دور كبير جداً في نفس الوقت أقويل كتيراً ليس لها أي أساس من الصحة طلعت النهاردة بعد اجتماع لجنة التخطيط مع الجهاز الفني وأعتقد أنه رد على الجزئية دي بشكل حاسم وقيل أن لسارتي غادر الاجتماع غاضب وطبعاً طلع توضيح من كابتن وحفظ أنه لا يوجد أي شيء والدنيا ماشي كويس وفيه تفاهم كبير التصريح آخر كمان من كابتن طو اسماعيله بالضبط وأكد نفس المعنى حتى لو فيه اختلاف وجهات النظر ما هذا عادي يعني يعني أنا مقتنع بحاجة وغيري مقتنع بحاجة تانية دور اللجنة إيه مع المدير الفني إن إحنا نوصل لأفضل قرار بالضبط فالخلاف عادي هي مش خناقة هي قناعات فنية مش أكتر دي نقطة نقطة التانية مرتين لسارتي تشعر نوع مضغوط شوية في الفترة الأخيرة مضغوط خاصة بعد الموبرات سانداونز كان كل مؤتمر صحفي بيتعرض لسؤال طب إنت مكمل طب الفريق طب كذا يعني حتى مكتش السؤال يعني الأسئلة موجهة ليه بشكل فني كبير لأ وبعد سانداونز كان فيها هزة شوية هي أثرت عليه حتى في بعض الأوقات كابتال سانداح حافيز حتى بعد مبارات الزمانيك الأخيرة سؤل نفس السؤال ما صارتي مكمل لا حتى قال ده مش سؤال يعني بالضبط طيب نرجع لدكتور طه اسماعيلي يا دكتور طه كنا بنتكلم بخصوص المدير الفني وأنا بقول لحجارك إن دايما ما بيبقاش في إجماع على مدير الفني يعني الأهم في النهاية إن يكون الأهداف بتتحقق ونتاج اللي بتترغب فيها جمهير النادي الأهلي إن يتتحقق وده اللي حصل مع بطولة الدورة بتحديد تمام 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 يعني هو هزم بقول لحضرت ذاك يعني وشوف يعني الناس دايما ببقى طموحاتها جديرة وأحيانا تبقى خيالية شوية هو فاهم إنه كل واحد ساهم النادي العينجي يكسب أربعة خمس جوال في كل مدش في مدشات النادي أهلي عنده مشكلة في طبيع الأهداف دي مشكلة واضحة كويس يعني فدي برضو بتقنل شوية في بعض الأحيان إنك تكسب أعطفه وتحرز عليه للآخر أو تكسب تزديد المعلوم في آخر دقيقة أو تزديد رمضان في آخر دقيقة فدي الناس بتحسبها إنه فوز صعب حقيقة أنا معاك يعني ودي من ضمن الكلام اللي احنا تكلمناه بس دين الشغلة الراجل أعرض شغلة الراجل أنا بشكل فرص صح وفرص كثيرة جداً بضييع الأهداف هو مش هجين الأهداف إنما هذي مشكلة المهاجمين اللي موجودين عندنا اللي هي نسبة كهديفية من الفرص اللي تيجي قليلة ودي أحياناً بتخلي المتش مزنوء وتكسب بالعافية فالناس بتتكر إنه بقى لا لا أعيز يكسب نستريح رقى 4 أو 5 أجوال فيه مباراة مستدهاية كذلك ما قولين العرب الناس قلين بقى أهل عامل برات بيرة جداً بزبط جدت 3 أجوال من أحسن الأجوال مرة أمام قصة مشارك 3 برضو حاجات كذا بقى في بعض المباراة لقد أعلم فيها شكور كبير فهو الراجل حقيقة يعني أنجز المهمة تحت واحنا في الكورة كده بنقول الكلام ده ايا كانت اعراء الناس هو انجل تحته منظر في شغله حماس اللعيبة ستوري من الولايات اللي فاتت ثبات المستوى في المتايد على حوض الخصوص ادى للعيبة فرص كتير عمل خير ان انظر وبايد بعض التدوير ففي النهاية انا شايف نجح في العمل اللي اوكليوسا وانجز المهمة المطهوبة منه يمكن مشكلة ماكش افريقيا لنادل اجل بالضبط خمسة دي بلدو في عضي ناس تتكلم عليها لكن لحاجات فكورة احيانا تحصل بدون يعني حاجة كده يعني السنة دي مثلا منشطت شلسي ستة بالضبط مش مقياس لانه يحصل الكلام ده حصل لخدالك اللي برطول انه هو مثلا خسوان ثلاث خسوان ثلاث بربع تجوان في مين في برشلونة وفي حاجات في الكورة يعني خارجة عن بتحصل بتحصل طريق قوي واكتمال هذا البناء اللي ابتدى تقريبا في شهر يناير الماضي حتى الان النادي الاهلي ضم ثلاث لعبين رمضان صبحي أليو ديانج وأخيرا متولي النهاردة بنسبة كام في المية لجنة التخطيط حققت الأهداف الخاصة بالفريق الأول لكورة القدم حتى الان هو شوف هقول لحظة بك حاجة ايه هقول سنتر باك تمام محبوظ متولي مهم جدا لأن ها شوف تجاوز ايه بقى سنتر باك كويس الوقت بتحصل كمان وقت الوقت اللي وقت غشت ناس هتتلاعب محمد هاني سنتر باك مع أيمن عشرف على طول أيمن عشرف شغال في حتة دي على طول يعني سنتر باك شوف عشرف باك ايه لأن في إصلاحات عندك سعد فانين وصاب وعندك ياسر كان موقوف ويعني طبعا فيه مقصة الحكة فاعتقد تدعمها بمحمود متولي مهم محمود متولي السجيبات كويس واصلا كمان ممكن يلعف ملعب فعل هو بلعب سنتر باك ويلعب نصر ملعب فممكن الاسفادة دي حاتتين وأعتقد هو غطي الحكة دي الشكل كويس مع زملاء الرمضان بالنسب للرمضان كان مهم ان الرمضان الارض موجود يكمل النوس المهم بتاعته بتاع الموس اللي فات ونجح النبي طبعا في موا الجد من العرب بتاعته شوفنا رمضان حتى في المرة الأخيرة بتاع الزمان تحتش ومرور بتاعه وعمل الصالح جمعهم لكن أطول جدا ويحاول برضو يفوت ويتعام عزملاء ومهم بالنسبة للعيب الآي وطبعا يعني حنا مش نوش المكان ده اختاقين في العيب يعني كان بلعف يحسى مع شفرية بصور الصباح والفادي ناسم انت بتفكر انه مش تقدر نعم مش فيناس مثلا هتصل بالتدريج بقى خلاص بزعان كذا عشان صغير وبيلعف هكذا هو مش مهم انه يكون ويكمل وكذا انما هو مهم انه بلعب 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 بشكل كويس ويبع بشكل كويس ويبع بشكل كويس فهي احتقد يعني ثلاث مراكز مهمين جدا الماد الآلي بالضبط بلعب بالضبط بلحفة تدري محفظة هذه النوعين اللي عادي وانا اعتقد لعب النادي يتوفق فيها بنسبة مئوية كام النادي توفق في الطلبات اللي هو محتاجة واللجنة التخطيط تشايفيها بالتحديد للفريق الاول لكرة القدم بنسبة مئوية كام وهل في اضافات ممكن تكون خلال الفترة جاي بالضبط تقول الله يا معايز زي العديد ده ده شوف واللعيد يلغب من جيلك وما يغرش النادي يقدر يسفو لك والمسروش المبلغ اللي ما اتفق عليه لازي يكون كدير ما ينفعك وعش كده ليس كل ما يعني يعني ازان اقول لك المسأل يقول لك ليس كل ما يقوه المرء يبرك يعني بالضبط في كان بقى ايه اللي ما يكون يحصل يعني فيه بعض صلاقات مستنية بعض بوقتها كويس فيها مفاضلات وفيها وفيه يعني فيه محلات موجودة في القائمة كويس موجودة لكن ده اللي كان والعمالية مش بكسر ما بالقالي استقدم في يناير عدد كبير من العيد مش معقول كل هيجي لأنا هتعمل مغزر العديد انت بتختار بعض الأماكن اللي انت بتجمع تكفيها ولذلك بيبقى في حجور محلودة اللي كانت عندك العيوة موجودة من الأصل يعني اعتفد النجاح للتلات دون الحاجة وفيه هنا تبط تحت المحادثات يعني قد يحدش في أي وقت يدخل بعض العيوة ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور طه أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المدخلة كان معنا على الهاتف دكتور طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وأهضر